ليست كيانا عسكريا مسلحا فحسب وإنما دولة عميقة تتحكم بكل مفاصل المؤسسات وتحدد مصير الحياة السياسية وتسيطر على الاقتصاد من حبة القمح إلى برميل النفط إنها دولة الميليشيات التي أصبحت في السنوات الأخيرة الآمرة الناهية في كل أمر من أمور العراق بعد أن تمكنت من النفوذ في تفاصيل الحكومة واستحوذت على مقدرات البلاد أنا أطلب أطلب مثابعة كل أملاك اللي يصدوا بالحجم تابعوا وشوفوا روحوا وشوفوا أملاكهم بالجادرية أملاكهم بغير مكان لم يكن يملكوا شيئا بعضهم شوف شوف يعني هذا ترى موسر فقط روح مع الدلالين ادخلوا شوف شوف جد حجم أموال موجودة من يجبتي الأموال نين شغلوا بالتجارة وبالتجارة هذه الأموال التي تحدث عنها العبادي لم تأتي من فراغ وإنما من خلال تشكيل اقتصاد خاص بالميليشيات خارج سلطة الدولة ومؤسساتها باتباع طرق منها ظاهرة المكاتب الاقتصادية التي بقى إحدى صور التدخل الواسع للميليشيات بقطاع الأعمال والاستثمار حيث تنتشر العشرات من تلك المكاتب في مدن ومناطق مختلفة خاصة تلك التي تمتلك منافذ حدودية أو بحرية كالأنبار وميسان وديالة والبصرة إضافة إلى المناطق المنكوبة إلى جانب ذلك تنشط ميليشيات الحجد في فرض الأتوات في مناطق عديدة على التجار ورجال الأعمال وشركات فاعلة في المدن العراقية مقابل توفير الحماية وتسهيل عملها شركة المهندسة التابعة لهيئة الحجد تعد أحد أبرز أذرع الحجد الاقتصادية وتتركز عمالها في مجال المقاولات والبنى التحتية في القطاعين الخاص والعام عبر مشاريع عدة في بغداد ومدن أخرى وتسعى الشركة إلى بناء اقتصاد موازن يمنح الميليشيات استقلالا ماديا وينهي بالتالي أي مطالبات بحلها ولم تكتفي ميليشيا الحجد بهذه الموارد الاقتصادية بل أضافت إليها عمليات التهريب وتجارة المخدرات على طول الحدود العراقية سواء مع إيران أو مع سوريا استعادة استقلالية العراق وإنقاذه من أنياب الانهيار لن يتم دون تخلصي أولا من دولة الميليشيات التي تعمل بنظام الوصاية على العملية السياسية الهزيلة اشتركوا في القناة